نظمت مدرية الصحة بمحافظة دميات قافلة طبية في قرية عرب السليمة التابعة لمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتضمنات أعمال القافلة توقيع كشف طبية على 1325 موطنا وصرف الأدوية لهم بالمجان مع تحويل 18 حالة لتلقي العلاق بالمستشفيات وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاق على نفقة الدولة لست حالات القافلة النهاردة فيها 12 عيادة تخصصية كل عيادة بيكون فيها الطبيب هيكون أخصائي أو استشاري طبعا موجود معنا فريق طبي على أعلى مستوى قافلة بها جميع التخصصات وبها لعلاج بالمجاني وهي في خدمة جميع المواطنين وقدمت ونشكرهم على المجهود المبزول تجاه المواطنين من أبناء عرب السليمة وأبناء عزب العرب محافظة دميات جاءت لنا قافلة طبية كشف جميع التخصصات كل العيادات الطبية موجودة جميع التحليل جميع الإشاعات بنشكر القافلة الطبية على المجهود اللي هي عاملة عندنا ده وهي وعدتنا قبل كده وفت بوعدها أن هي تجيلنا تاني هي جاءت لنا في شهر اثنين وقفت وجاءت لنا في شهر ثمانية دلوقتي الكشف بالمجان وكل حاجة بالمجان نشكر الدولة على الجهد المبزول ونشكر السيدة ريس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الطبية اللي جاءت لنا في عرب السليمة اشتركوا في القناة